عام 2011 شهدت المنطقة العربية ما لم تشهده طيلة عقود فبعد أن ظل العالم العربي خارج موجات التغيير والتحول الديمقراطي فإن الثورات التي شهدها فاجأت الكثيرين في الداخل والخارج وستدخل في التاريخ العربي كسنة استثنائية وتأسيسية بدءا بالثورة التونسية ومرورا بمصر وليبيا واليمن وسوريا فضلا عن الاحتجاجات التي عمت بقية البلدان العربية فشرارة الربيع العربي انتشرت بسرعة البرق ولم تستثني أحدا وإن اختلفت قوة أوضع في هذه الاحتجاجات الشعبية ضد النظم السلطوية من دولة لأخرى الثورات التي اجتاحت العالم العربي أدت إلى أحداث تغيرات في شكل العلاقات بين دول المنطقة حيث أعيدت صياغة كثير من التحالفات التي كانت قائمة ومثلت ضغوطا شديدة على دول الشرق الأوسط وتعيش معظم الدول العربية منذ قيام الثورات في حالة عدم استقرار فيما يتصعد الحديث حول تأثير هذه الثورات على العلاقات بين الدول العربية بصفة عامة وعلى مستقبلها في ظل التحولات في النسق الدولي الذي يشهده العالم دخلت المنطقة العربية في فترة ما بعد الثورات مرحلة تحول كبير وحراك سياسي غير مسبوق أفرز تغيرات سياسية متلاحقة ما بين ثورات أسقطت نظما سياسية سادت لسنوات طويلة وثورات لا تزال تناظل ضد نظم سياسية تستأصي حتى الآن على السقوط ما يكشف في النهاية عن مشهد عربي تتغير ملامحه وتتفاوت متغيراته وإن كانت تؤكد على أن المنطقة تدخل تدريجيا في عملية تحول تاريخي عميق سوف تغير من المكونات الأساسية للمشهد العربي لتعيد تشكيله على أسس جديدة وقد أدت المتغيرات التي شهدتها دول الحراك أو الثورات العربية إلى تغيرات عميقة في السياسة الخارجية لتلك الدول أو علاقاتها بالدول العربية الأخرى وكذلك على مستوى العلاقات الثنائية فيما بينها إن كفاء معظم الدول العربية بشؤونها الداخلية غير المستقرة لم يسمح بتحقيق تلك النظم لرؤية استراتيجية واضحة المعالم بخصوص سياساتها العربية والخارجية بصفة عامة وبالتالي فإنه من الصعب تصور بلورة محور يضم الجميع ويتحرك على مستوى المنطق خلال الفترات القادمة لأسيما وقوع معظم تلك الدول تحت سيطرة القوى التي تمسك بالزمام ضبط التوازنات الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر